أعلن الرئيس الوزراء النرويجي اعتراف بلاده بدولة فلسطينية وذلك اعتباراً من الثامن والعشرين من الشهر الجاري مشيراً إلى أن حل الدولتين يوفر وطن آمناً لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين في خضم الحرب مع عشرات الألاف من القتلى والجرحى يجب أن نبقي على قيد الحياة الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوفر وطناً آمناً لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين دولتان يمكن أن تعيشا في سلام مع بعضهما البعض رئيس الوزراء إسباني بيدرو سانشيز والذي قد حملت الاعتراف بالدولة الفلسطينية أوروبياً خلال الفترة الماضية أعلن بدوره أن حكومة بلاده ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة يوم ثلاثاء مقبل وأضاف هنا سانشيز أيضاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمي نتانياهو يعرض للخطر حل الدولتين إذا كان هناك شيء واضح بالنسبة لي فهو أن رئيس الوزراء نتانياهو ليس لديه روح السلام بالنسبة للفلسطينيين إن قتال جماعة حماس الإرهابية أمر مشروع وضروري بعد أحداث السابع من أكتوبر لكن نتانياهو يسبب الكثير من الألم والكثير من الدمار والمرارة في غزة وبقية فلسطين فأصبح حل الدولتين في خطر بأن يصبح غير قابل للتطبيق فالهجوم الذي يغفذه لن يؤدي إلا إلى إدامة الكراهية وتفاقم الآفاق الأمنية لإسرائيل ورفضها أفق السلام والازدهار للفلسطينيين والمنطقة برمتها وهذا أمر غير ممكن على الإطلاق من جهتها أكد رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس أن دابلين ستعترف بدولة فلسطينية مؤكدا أن بلاده واثقة من أن مزيدا من الدول ستنضم إليها في هذه الخطوة بيان دعم للبس فيه لحل دولتين وهو الطريق الوحيد الموثوق لتحقيق السلام والأمن لإسرائيل وفلسطين وشعبيهما إرلندا تدين العنف من كلا الجانبين إرلندا تعلمت بطريقة الصعبة أن العنف ضد المدنيين الأبرياء لمحاولة تحقيق أهداف سياسية يجب أن لا يفوز أبدا وتعقيبا على خطوة الدول الثلاثة الأوروبية الولايات المتحدة لها قول آخر حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن رئيس الأمريكي جو بايدن يؤمن بأن الدولة الفلسطينية يجب أن تؤسس عبر المحادثات والمفاوضات وليس عبر الاعتراف بها بشكل أحادي وهنا أكد كيربي أن الرئيس جو بايدن مؤيد قوي لحل الدولتين وأنه لطالما كان كذلك طوال حياته السياسية وفرنسا أيضا أدلت بدولوها هنا وقالت خارجية فرنسية بأن الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحظورات بالنسبة لفرنسا والسياسات الخارجية الفرنسية لكنها أوضحت أن الظروف الآن غير متوفرة مبنية أو مبينة أن باريس ستعترف بفلسطين في التوقيت الذي يخدم تحقيق تقدم سياسي بدوره شددت الخارجية الألمانية على دعم برلين لحل على أساس دولتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مضيفة أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يكون من خلال الحوار هنا ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت سفراء نورويج وإيرلندا وإسبانيا بعد إعلان هذه الدول لاعتراف بدولة فلسطين من جهتها تقول صحيفة يديعوت أحرانوت أن وزارة الخارجية تدرس أيضا سلسلة من الإجراءات العقابية ضد إيرلندا وإسبانيا ونرويج بعد إعلانها الاعتراف بالدولة الفلسطينية كما ستدرس تشديد تأشيرات الدخول للديبلوماسيين في مكتب التمثيل الأوروبي في السلطة الفلسطينية وذلك في خطوة ستجعل من الصعب عليهم العمل مع الفلسطينيين بالمقابل سرعة الرئاسة الفلسطينية للترحيب بإعلان نورويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطينية وحثت الرئاسة الفلسطينية بقية دول العالم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين هذا فيما وصف أمين السر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الأشيخ هذا الاعتراف باللحظة التاريخية مؤكدا أن الاعتراف هو السبيل لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة وفي تصعيد للموقف ألغى وزير دفاع الإسرائيلي أف جالانت قانون فك الارتباط للمستوطنات التي تم إخلاؤها شمالي الضفة الغربية وقال جالانت أن القرار سيسمح بعودة الإسرائيليين إلى أربع مستوطنات تم تفكيكها سابقا هي جانيم وكديم وحميش وسنور خطة فك الارتباط هي أحدية الجانب هي الإسم الذي اختارته الحكومة الإسرائيلية لخطة قامت بتنفيذها عام 2005 حيث أخلية المستوطنات الإسرائيلية ومعسكرات الجيش الإسرائيلي من أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية بالإضافة لقطاع غزة بأكمله الموازين المالية الإسرائيلي بتسال إلس موتريتش فطالب رئيس الوزراء بنيمي نتنياهو باتخاذ إجراءات عدة ردا على اعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية وطالب هنا بالإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بما فيها منطقة إيوان بالضفة الغربية وأيضا بناء مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بدولة فلسطينية وطالب أيضا بإلغاء الاتفاقية النورويجية التي يتم بمجيبها تحويل الأموال لحساب ائتمني في النورويج وأيضا طالب اسمو تريتش بإلغاء كل التصريح الخاصة للمسؤولين في السلطة الفلسطينية إضافة إلى عدم تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية وعدم تمديد تصريح البنوك التي تتعامل مع بنوك السلطة الفلسطينية التعليق على مجمل هذه التطورات وأبرز ردود الفعل والأصداء معي من رمالة مرسلنا فرس لطفي ومن القدس محرش شؤون الإسرائيلية نقضل كنعنا ومن واشنطن مرسلنا أناس صبار أهلا بكم جميعا وسأبدأ معك فرس بداية عن أبرز ما رصدته من ردود الفعل والأصداء والرهانات الفلسطينية على هكذا خطوة وصفها الجانب الفلسطيني حقيقة بأنها تاريخية مع اكتساب مزيد من الزخم للدولة الفلسطينية والاعتراف بها ولكن هذا لا يقي الغضب الإسرائيلي وخطوات الانتقام اللي بدأت بشكل مباشر فرس هذا صحيح إيمان فيما يتعلق بالرد الفعل الفلسطيني أوله كان ترحيبا ووصف الخطوة بالخطوة التاريخية التي دعوا إلى مزيد من الخطوات المشابهة من دول العالم ومن دول القارة العجوز ولكن بالمقابل كان هناك استهجان واستغراب من الموقف الأمريكي الذي قالوا بأنه يتماهى مع الموقف الإسرائيلي ثم أن الجانب الفلسطيني كان قد تفاوض مع إسرائيل لثلاثين عاما ولم يصل إلى دولة فلسطينية بل أخذ نتيجة مزيد من الاستيطان وتضاعف عدد المستوطنين سبع مرات في الضفة الغربية وفي القدس وبالتالي فإن المقولة التي تقول بأن هذه جائزة للإرهاب على الذي جرى في السابع من أكتوبر هي مقولة غير صحيحة حسب القيادة الفلسطينية وبعض المسؤولين الفلسطينيين الخارجية الفلسطينية اليوم عندما تحدثنا معهم قالوا بأن على دول العالم والدول التي اعترفت بفلسطين كدولة على حدود 67 أن تدافع عن خيارها مقابل هذه العقوبات الجمة التي يريد الجانب الإسرائيلي فرضها على الطرف الفلسطيني والتي في مجملها تتكون من مزيد من الاستيطان والمستوطنات ومزيد من تعميق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى جانب الحصار العسكري الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية هناك تحذير فلسطيني حقيقة إيمان من إشعال حريق كبير وانفجار أمني في الضفة الغربية على خلفية ما سيقوم به سموتريتش من بناء استيطاني وما قام به أصلا اليوم بنكفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي من دخوله إلى المسجد الأقصى وإعلانه من أمام مسجد قبة الصخرة عن ضرورة القضاء على حماس ودخول رفح واحتلال غزة والاستيطان فيها وهذه كلها تتنافى مع قناعات وسياسات الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن التي تتبنح للدولتين ولكن لا تقدم مسارا سياسيا واضحا نعم بالتأكيد فراس وهنا أتحول أيضا للجانب الإسرائيلي والمواقف في إسرائيل تابعناها غاضبة وربما نوع من المزيدات داخل أو بين المسؤولين وداخل أيضا الوزراء اليمين المتطرف اللي يبدو الأعلى صوتا في إسرائيل أو تأثيرا على الأقل في القرار ماذا في المتابعة نضال نعم إيمان أولا اليمين الإسرائيلي المتطرف تقريبا بات الصوت الوحيد وليس الصوت الأقوى في إسرائيل بل هو تقريبا الصوت الوحيد في إسرائيل لكن عموما هذا اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يسيطر على الحكومة الإسرائيلية وعلى مفاصل اتخاذ القرار في إسرائيل يريد أن يجعل من قرار هذه الدول التي تعترف بدولة فلسطينية يريد أن يجعله ورقة تعترف بدولة موجودة على الورق أو على الأقل حتى موجودة على الورق لكن عمليا على القارطة لا تستطيعين رسم دولة فلسطينية بسبب الاستيطان وهم يريدون المزيد من الاستيطان إذا لاحظنا الردود أولا هناك ردود بإلغاء قانون الانسحاب من طرف واحد الانسحاب من قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية يريدون قدم شمالي الضفة الغربية الآن بالعودة للاستيطان هناك ثم هناك خطوة قبل قليل صوت البرلمان الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون يعترف بكريات أربع وجنوبي جبل الخليل كجزء من النقب من أجل أو الحجة ضمان المساعدات المالية لهذه المستوطنات في منطقة الخليل في جنوبي الضفة الغربية بينما سموتريتش يريد البناء الاستيطاني في منطقة اي وان والممتدة من القدس إلى البحر الميت من أجل ضمان تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وبالتالي أيضا منع الأموال عن السلطة الفلسطينية وهكذا من المستحيل إقامة دولة فلسطينية وفق الخطوات التي تم اتخاذها اليوم من قبل وزراء حكومة نتنياهو ولغاية الآن لم نسمع صوت واحد لنتنياهو بقي صامتا إزاء كل هذه المبادرات والخطوات أحادية الجانب من قبل وزراء حكومته حتى أن سموتريتش في الرسالة التي وجهها لنتنياهو طلب منه خمسة مطالب والبند السادس قال أعلمك بهذا بأنني قررت أن أقطع الأموال عن السلطة الفلسطينية هو حتى لم يستشر نتنياهو في هذه الخطوة فقط أعلمه بأنه سيأخذها وهي الخطوة الأهم من بين النقاط الست التي عرضها سموتريتش هذه الخطوة التي ستؤدي إلى انهيار اقتصادي للسلطة الفلسطينية اليمين الإسرائيلي لا يرى في السابع من أكتوبر مأساة يرى فيها فرصة من أجل تنفيذ الخطة طويلة الأمد التي طالما حلم بها اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يريد اليوم العودة عن الخطوات التي اتخذها أرييل شارون ولا يمكن أن نتهم أرييل شارون بأنه محب للفلسطينيين أو أنه يساري أرييل شارون الذي احتل بيروت دون أن يأخذ موافقة وزير رئيس الحكومة في حينه بيجن أرييل شارون رأى بأنه من المستحيل البقاء في قطاع غزة أو البقاء في شمالية الضفة والآن حكومة نتنياهو تريد العودة إلى هذه الأماكن وهي فعليا عادت إلى غزة بالدبابات وتريد الآن العودة إلى شمالية الضفة الغربية بالاستيطان فيما يتعلق بالعالم الحكومة الإسرائيلية الحالية لا يوجد لديها سياسة خارجية لأنها تعتبر أن العالم كمجمل هو معاد للسامية وبالتالي لا مجال للحديث معه هكذا تتصرف إسرائيل مع كل دول العالم وعلى الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية نعم وهنا أتحول إلى أنس تابعنا موقف المتحدة باسم البيت الأبيض أو الأمن القومي البيت الأبيض اللي يقول أن الولايات المتحدة تتبنى مبدأ حل الدولتين ولكن على أسس المفاوضات إلى أي مدى الولايات المتحدة باتت معزولة هي الأخرى في المجتمع الدولي ما بعد تصويت الجمعية العمومية واليوم هذا الزخم المكتسب على صعيد دول أوروبية ودول داخل الأتحاد الأوروبي وهذه الدول نفسها تقول ما هذه إلا البداية هناك دول أخرى ستلتحق هذا ما كانت تخشاه واشنطن وهذا ما حذر منه أنتوني بلينكين وجيك ساليفن في أكثر من مناسبة من أن هذه العزلة التي تعاني منها إسرائيل اليوم ستنتقل وتصبح أيضا للولايات المتحدة التي قد تبقى وحيدة إلا ما خلى من بعض الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين البيانة الذي خرج كان مقتضبا وهو مكرر بالمناسبة خرج بعدها التصويت فيها الجمعية العامة تقول واشنطن بأن الطريق الوحيد إلى الدولة الفلسطينية يمر عبر المفاوضات المباشرة وكثيرون هنا من بينهم صحفيون يسألون المتحدثين ويقولون أي مفاوضات حتى قبل السابع من أكتوبر لم يكن هناك مفاوضات هذا ما جاء من البيت الأبيض من الكونغرس كريس كونز وهو مقرب جدا سيناتور ديمقراطي من جو بايدن قال بأن الرئيس بايدن يؤمن بحل الدولتين والطريق إلى هذا الحل يمر عبر المفاوضات المباشرة وعندما سئل عن ما إذا كان سيدعى بنيمين نتنياهو للحديث أمام الكونغرس تحديدا في مجلس النواب لأن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يعارضون ذلك قال إن علان نتنياهو تلميحا بطبيعة الحال وليس تصريحا أن يحل مشاكله الداخلية وأن بني جانس عضو مجلس الحرب هدد بأنه سينسحب من حكومة الوحدة في الثامن أو السادس من الشهر المقبل وبالتالي عن أي شيء سيتحدث بين يمين نتنياهو لكن بكل الأحوال الأمريكيون يدركون أن إيرلندا وإسبانيا والنرويج كانت في طريقها إلى هذا الإعلان وبالتالي كانوا يحذرون وإن كانت البيانات أقل حدة وأقل شدة لأنهم يعلمون أن هذه الورقة ستضغط على نتنياهو وربما ربما سيحقق بعضا من مطالبهم يعلمون أن الإيرلنديين وبالمناسبة رئيس الوزراء الإيرلندي الذي كان هنا في شهر مارس والتقى جو بايدن الذي هو أصلا من أصل إيرلندي واحتفلوا معا بما يعرف بسان باتريك دي قال خلال هذا المؤتمر بأن الإيرلنديين يرون تاريخهم بأعين الفلسطينيين أمام جو بايدن في البيت الأبيض وقال بأن ما يتعرضون له من تهجير وتجويع هو أمر عايشه الإيرلنديون وبالتالي هم يقفون إلى جانبهم ويطالبون بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والتوصل إلى حل الدولتين وهو ما حث عليه الرئيس جو بايدن لتطبيقه على أمل أن يكون هناك توافق كما حصل في إيرلندا الشمالية وتوسطة الولايات المتحدة في ذلك أيضا شكرا جزيلا لكم جميعا إذن أنسة صبار مرسلنا من واشنطن نضال كنعنا محرر الشؤون الأسرائيلية في سكاينيوز عربية من القدس وشكر الموصول أيضا لمرسلنا من رمالة في رأس لطفي ترجمة نانسي قنقر